أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان عاوز أقول لسؤال وصلني من شخص كان السؤال بكل بساطة هو أنتوا مش متكبرين أو متعجرفين لما بتقولوا ما في خلاص إلا بس من خلال يسوع المسيح أريد أن أقول لصديقي صدقني صدقني يعني أقولها من كل قلبي أنه المسيحي مش متكبر هو نعتنا يعني بالكبرياء والعجرفة أنه لما نقول يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص وأنه الحياة الأبدية الله بيعطينا إياها في اليوم يعني في الحاضر إلى أبد الأبدين كأنه احنا منتمادى على الله أو منتطاول عليه بهذه المعلومات صدقني صدقني أنه لم نتطاول ولم نتمادى ولم نتعجرف ولم نتكبر في هذا الموضوع فكيف لإنسان حقير كما يصف الكتاب يصفنا أننا ضالون خطاة أموات بالذنوب والخطايا أبناء المعصية وأوصاف كثيرة يعني بالشر جبلنا بالشر والخطيئة استشرت فينا أيعقل واحد ما بيسوى مثلي أو مثل أي شخص مخلص من خلال يسوع المسيح يتكبر على الموضوع أو يتعجرف أنه هذا كبرياء وعجرفة أنه تقول ما فيش طريق تاني إلا يسوع المسيح أنا عارف اليوم يمكن حكيت شوية بالماضي عن وحدة الأديان وأن ما فيش شيء اسمه حق مطلق وأنه كل ديان وكل دين عنده حق وأنه الله بيعامل كل إنسان على دينه من إمتى إحنا مش المفروض أن الإنسان مخلوق على صورة الله من إمتى إحنا عملنا الله مخلوق على صورة الإنسان من إمتى إحنا منقرر الله كيف يتعامل أو كيف يتواصل ومن إمتى إحنا منقرر طريق الله تكون بهذه يعني نساير البشر ونساير الديانات ونساير كل الناس على حساب طريق الله وبعدين الكتاب بيوصف أنه إحنا حاولنا من خلال البر والأعمال الصالحة والطقوة وكل ما كان فينا من قوة طاقة حقيقة ما في إنسان يستطيع أن يصل وعندما ندعي أن يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص يعني إحنا مش عم نفرد مش عم نفترض كمان أنه إحنا أفضل من باقي البشر بصراحة هو كله بالنعمة شو يعني بالنعمة؟ النعمة هي عطية الله اللي بتظهر محبة الله وبتظهر كمان رحمة الله فالنعمة ما في أحصلها بطاقة أو بجهدي فالنعمة هي هدية هدية من الله الله أهدانا مش مبنية على أي أساس آخر أعمال ولا طاقة ولا جهد لا هي عطية الله وبصراحة مجانا الله بقول لك خد هاي العطية مجانا شو العطية المجانية؟ هو الخلاص من خلال يسوع المسيح بس هذا الخلاص كلف الدم يسوع المسيح فإذن الخلاص ثمين وغالي جدا بس أعطانا إياته بالنعمة فأنا بالعكس أنا بشكر رب وأنا بحب الرب وبالعكس أنا ممنون للرب أصلا مين قال إنه إذا واحد إحنا نقول ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ومين حكى لك إنه إذا كل هاي الآية إنه إحنا أفضل من سائر البشر بالعكس هي تعبير عن كم كنا خطى وكيف كانت حياتنا بالماضي وإنه رغم كل المحاولات إنه الخلاص هي مبادرة إلهية الله اللي أجا لإلنا فصدقني إحنا مش كبرياء ولا عجرفي ولا إحنا أفضل من باقي البشر ولا إحنا خير أمة خرجت لنا لا 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 إحنا جماعة كلنا محتاجين نعمة الرب بالعكس أقول إنه الخلاص بيسوع المسيح هو قمة التواضع قمة الاتضاع يعني في صديقي عرفني بفكرة حلوة يعني مثل شحاد أوكي عم بخبر شحاد آخر بقول له على فكرة في الشارع الثاني هناك بيعتوا أكتر في خبز أكتر عم بيدل شحاد آخر يمكن وصلتك الفكرة خاطئ يعني نشكر الله إنه مخلص بنعمة الله عم بقولك على فكرة الخلاص هو مش بالطرق اللي أنت بتحاول تعملها الخلاص الله دبره هو خطة الله وإنه الله أعطاك إياها بس روح خدها أو كما واحد يقول أنا حطيت لك مليون دولار في البنك شو بفيد المليون دولار إذا ما عملتش تشغيل أو تفعيل لهذا الحساب الرب عمل الخلاص من ألفين سنة طب كيف بشعله أو بفعله أو بشغله هو عن طريق إيماني بالرب يسوع وهو كله كله بنعمة الرب صدقني لا كبرياء ولا عجرة فبالعكس بتقول الإنسان المسيحي يكون متواضع لأن الحقيقة كلنا ضالون كلنا محتاجين للمخلص الواحد الحقيقي اللي هو الوحيد بخلص لا من زواتنا ولكن هي بكل بساطة إحنا منعلن إنه يسوع فعلا هو الطريق الوحيد للسماء وإنه ليس بأحد غير الخلاص فإحنا لا منقلف كلمات إحنا بكل بساطة عم نحمل رسالة وهي الرسالة عم نوصل إحنا اختبرناها اختبرت هاي الرسالة فعن بوصلها للشخص الآخر مثل ساعة البريد اللي بوصل البريد هيك إحنا منوصل رسالة اختبرناها على أساس نعمة الله ونقولك الله بحبك على فكرة الله مش عاوز يهلكك ومش عاوزك تروع على جهنم والله مش عاوزك تضلك عايش أعمى روحية نضال الرب عاوز يعطيك خلاص كامل وعلى فكرة الله عاوز يكتب اسمك في سفر حياة عاوز يعطيك الحرية الكاملة عاوز يقدم لك الشفاء الكامل عاوز يعطيك الخلاص الكامل هل هذا كبرياء؟ وعاوز يعطيك الحياة الأبدية لما بتؤمن وتحط ثقتك بالطريقة الإلهية من خلال يسوع المسيح هل هذا كبرياء؟ بالعكس تقول له يا رب ارحمني واقبل يسوع المسيح وأشكره كل حياتك أنه أنقذك من الموت أنقذك من الهاوية أنقذك من الجحيم أنقذك من العذاب أنقذك من جهنم النار وكتب اسمك في سفر الحياة نعم في الحاضر لأن الذي يؤمن بالمسيح يسوع كلمة الله له حياة أبدية هذا هو كل الغرض ليس عجرفة وليس كبرياء وإحنا بس مجرد عم نحمل الرسالة منقول لك الله بحبك تعال للرب اللي بحبك عاوز يخلصك من الخطية ويعطيك حياة أبدية لكن بالحقيقة أو بالواقع تعتبر سخرية عندما تتحدث مع شخص عن إعلان الله القدوس عن هذا الخلاص اللي هو من خلال يسوع المسيح ونقابل هذا الإعلان بالسخرية والهجوم بالأحرى بالكبرياء والعجرفة بدل ما أنه الإنسان يتواضع ويبحث ويقول طيب انظر إلى يسوع هل فيه شخصية نظيرة يسوع بصراحة بمين بدك تتمثل حكيلي بأي نبي بليز حكيلي إذا أنت جريء اكتب لي عشان أرد عليك وعطلك ليستة كاملة من السقطات والأخطاء اللي ممكن أي نبي بيرتكبها لكن التحدي أن يسوع هو الوحيد الكامل معجزة أخلاقية مشان هيك أنا بقدم لك يسوع فرح تكون أنت عندك يا جهل يا إما في حياتك خطيئة غير معترف فيها خطيئة أخلاقية أو كبرياء وعجرفة عم بتدافع عن عقيدة من غير ما تختبر حياة وفتح عيون وحياة أبدية مقدمة إلك من خلال يسوع المسيح من كل قلبي بقولها بكل تواضع أنه مش كبرياء بل بالعكس تواضع وأنا ممنون للرب كل الحياة وكل الأبدية أنه غفر خطيئي واعطاني حياة أبدية وهي صلاة اليوم اليوم يكون يوم تاريخي في حياتك تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ ادعو المسيح ربا ومخلصا على حياتك شارك مع آخرين حتى كمان آخرون يطلبوا الرب يسوع ويخلصوا من خطياهم وينالوا الحياة الأبدية الرب يباركك شكرا